أخواتي وأخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور ياسر عبد المجيد حميدة خصائي أمراض نفسية ألتقي بكم في هذا الفيديو الخاص للإجابة عن بعض الأسئلة التي وصلتني قبل تقريبا أسبوعا ولم أتمكن لحد الآن من الرد عليها فأنا أعتذر جدا من الأصدقاء اللي دايبعثون الأسئلة ودينتظرون الإجابة عليها ورح أحاول قدر الإمكان أنه أستقطع وقت يومي للإجابة عن هذه الأسئلة وخاصة الأسئلة المهمة والتي أشوف بها فائدة أنه ناقشها عبر هذه الفيديوهات طبعا أحب أقول في البدء أنه أذكر بأنه آني اختصاصي اختصاص أمراض نفسية للبالغين ولكبار السن الكثير من الأسئلة التي تصني هي عن الأطفال أنا لا أمانع أن أعطي نصيحة عامة عن الأمراض النفسية أو يعني الاضطرابات الأخرى في الأطفال أو حتى النمو الطبيعي لكن أرجوكم أنه تذكرون أنه أنا لست بأخصائي أمراض في الأطفال فأرجو تذكر ذلك حبيت أنه أشارك بعض المعلومات المفيدة عن معالجة والتعامل مع بعض الاضطرابات في الطفولة على صفحتي على الفيسبوك لكن مثل ما قلت هذا لا يعني أنه آني مختص في هذا الشأن فأرجو أنه تبحثون عن المختص في هذا الشأن الشيء الثاني اللي حبيت أذكر به أنه تصلني أسئلة كثيرة عن المشاكل الاجتماعية عن العلاقات الأسرية وأيضا يعني إحنا بلنا لمن نعالج أمراض النفسية كأطباء إحنا من نكون لوحدنا في معالجة هذه الأشياء إحنا دائما نكون نعمل في ضمن فريق وهذا الفريق يحتوي على عامل اجتماعي أو مصلح اجتماعي معالج نفسي يعني وعدد آخر من أعضاء الفريق اللي هم يقدمون المساعدة والنصح في حالات العلاقات الأسرية وكيف أن يعني يقدمون ما يسمى بعلاج العائلة يعني family therapy علاج نفسي لكل أفراد العائلة للتغلب على بعض مشاكل التعامل مع أفراد الأسر الواحدة فاللي أريد أقول أنه لما رح تسألوني أسئلة متعلقة بالعلاقات الأسرية العلاقات الاجتماعية أنا ممكن أنه أيضا أعطي نصيحة عامة لكن حقيقة أنه لمن آني تجيني هذه المشاكل في عملية اليومي لست أنا الشخص الذي راح يتابعها باستمرار آني عندي أعضاء فريق آخرين أحول لهم هذه الحالات مثل ما قلت المصلح اجتماعي أو عامل اجتماعي والمعالج النفسي وغيرهم اللي هم يأخذون على عاتقهم أنه يعطون هذه النصائح في سبيل إصلاح العلاقات الأسرية أو العلاقة بين الزوج والزوجة إلى آخره فأرجو أن تسامحوني إذا أنه تسألوني أسئلة عن علاقات اجتماعية وأني أيضا أعطي فتنصيحة عامة لكم لأنه مثل ما قلت يعني هذه الأشياء شوية هي خارج اختصاصي لكن أحاول أنه أقدم المعلومة اللي أعتقد أنه فيها فائدة وأحاول أنه أرشدكم على الأشياء أو المصادر المفيدة اللي ممكن أنه تطلعون عليها وتحصلون عليها منها على معلومات أخرى وحبيت أنوح عن شيء آخر أيضا أنه إذا طرحت سؤال من أحد الأصدقاء أو الصديقات وهذا السؤال يتعلق بالعلاقات الأسرية وأنتم تعرفون معلومات أكثر في هذا الموضوع سواء كنتم يعني معالجين نفسيين أو تعملون في هذا المجال فأرجوكم أيضا أنه في ردودكم على هذا الفيديو تضعوا بعض المصادر المفيدة لكي يلجأ إليها السائلين لأنه أنا متأكد أنه أكو خبراء أكثر مني ديشاهدون هذا الفيديو وهم أكثر علم ودراية مني بمسائل العلاقات الاجتماعية وإصلاح العلاقات الأسرية فأرجوكم إذا طرحت آني سؤال وأنتعتكم معلومات أكثر عن هذا الموضوع والرجاء أنه تشاركون هاي المعلومات عن طريق التعليقات على هذا الفيديو وشكرا لكم كثيرا السؤال الأول اللي حبيت أطرحه اليوم وأشارككم السؤال الأول اللي وصلني من صديقة من العراق تقول أنه مشكلة أنه تعاني من خيال واسع فهي إنسانة جدا خيالية وطوال الوقت تفكر بالمستقبل وتتخيله وهذا الشيء يسبب عندها قلق وشروط ذهني من الحاضر يعني هي ما تفكر كثير بالأشياء اللي تصير دائر مدائرها وإنما تحلم وتفكر بالأشياء اللي ممكن أنه تصير بالمستقبل تقول أنه عدها موهبة الكتابة بس تجاهلت هذه الموهبة يعني مدت مارسها لأن هي تظن أنه إذا كتبت عن خيالها فهذا الشيء سيخليها تغوص في مسائل التفكير بالخيال والمستقبل أكثر يعني يخلي هذه المسألة تزيد أدها أكثر وبالتالي تفقد علاقتها بالواقع وتخاف من أن تفشل حياتها الواقعية هذه هي الكلمات اللي تستخدمها الأخذ في سؤالها تقول مرات أشوف الخيال هو شيء جيد لأن الواقع في العراق هو واقع مرير وعان الله أخواننا وأخواتنا بالعراق ولكن في نفس الوقت تقول الخيال الواسع اللي عندي مرات يؤذيني لأن أصاب بخيبة من تشوف الواقع فتقول أتمنى تساعدني لأن كل شخص يحتاج استشاري نفسي بس نستحي نقول هذا الشيء أمام الناس وهذا يعني مسألة جدا مهمة أنه فعلا الكثير من الاستبسارات تصلني من ناس يقولون أنه هم يعرفون أنه الأفضل يروحون يشوفون معالج نفسي أو أخصائي أمراض نفسية لكن بسبب الخوف من الوصمة والعار أنه أنت تروح تشوف طبيب نفسي فهم يحجمون عن ذلك ما يساوون هذا الشيء فالأخت هنا أيضا تقول تقول أنه هي تعرف أنه من الأفضل أنه يمكن تحجي مع أخصائي وجها لوجه لكن هذا الشيء غير مقبول للأسف في دولنا العربية وأنه راح يأخذون الناس فكرة خطأ عنها إذا شافوها راحت على عياذ الطبيب نفسي وأنا يعني أشعر بالأسف فعلا لكن هي هاي نظرة من المجتمعات وليست فقط في الدول العربية حتى في الدول الغربية فإن رؤية أخصائي نفسي تكون دائما مسألة صعبة وغير مقبولة بس تقول أنه من شفت صفحتك على الفيسبوك فرحت جدا وحبيت أسألك هذا السؤال أختي العزيزة شكرا لك كثيرا على طرح هذا الاستفسار وعلى الكتابة عن هذا الموضوع وعن شرح المشاعر والأشياء التي تمرين بها طبعا التفكير بالمستقبل وأنه الواحد يعيش بالمستقبل لمدة لفترات من الوقت خلال اليوم هو ليست مرض نفسي فهي مسألة طبيعية لكن هي تختلف من إنسان لإنسان يعني بعض الناس هم ناس جدا واقعيين ناس يعيشون باللحظة وميهمهم المستقبل ولا حتى الماضي وأكو ناس لا خياليين يحلمون دائما مثلا بالأفضل يحلمون بالمستقبل الشيء يريدون يسومون بالمستقبل ومن الذي سحمله المستقبل لهم ومثل ما قالت الأخت أنه هذا الشيء هي تشوف به بعض الفوائد ولكن بعض السلبيات الفوائد هي قالت أنه شوي يخلصني من هذا الواقع المرير اللي أنا يعيش بحياتي اليومية بالعراق لكن في نفس الوقت هو دي أذيها لأنه دي تشعر أنه هي معدها صلة أو تواصل مع الأشخاص اللي داير مدايرها في الواقع في هذه اللحظة في الحاضر يعني فيعني اللي أنصح أختي أنه هذا هو ليس نقمة يعني الخيال الواسع هو ليس نقمة فأنا بالعكس أشجعك على الكتابة الكتابة وممارسة هذه الموهبة ويمكن أنه تكتبين قصص وتكتبين أشياء أخرى يمكن رح يخليك تكونين على صلة أكبر بالواقع يعني ما رح يخلي هذه المشكلة تزداد لأنه رح تجدين لنفسك يعني متنفسا للتعبير عن هذه الأفكار اللي أنت تتفكرين بها لأنه أنا ما رح أحطيش علاجي وقف هذه الأفكار عن المستقبل ولا أعتقد أنه أكو أي علاج بالدنيا رح يوقفك أو يغير طبيعتك لكن إذا خصصت نفسك مثلا ساعة باليوم أو ساعتين باليوم وقت محدد تكتبين عن هذه الأفكار وتحاولين أنه تنتجين مثلا قصة أو كتاب وتحاولين أنه تنشرين هاي القصة أو الكتاب وتشوفين أنه يعني يمكن تتوفقين ويمكن يلاقي هذا الشي قبول عند الناس والناس تبدأ يعني تقدرش أكثر وتحبش أكثر وتحترمش أكثر فاللي أدا أقوله يا أختي يمكن شيء ما توقعتي أنه أنا راح أقوله بس أنا أشجعش على الانطلاق والتفكير بخيالك الواسع لكن مثل ما قلت حاولي أنه تحددي بوقت معين كل يوم وخلال هذا الوقت كتبي عن هاي الأفكار اللي تتجيج وبعد ذلك عودي إلى حياتك الواقعية وعيشي حياتك الواقعية مثلك مثل أي شخص ثاني وإن شاء الله نسمع أن نشفدي يوم أنه أنت ألفتي مجموعة قصص أو ألفتي كتاب أو ألفتي أو سويتي فشي جيد في حياتك إن شاء الله شكرا إليك مرة ثانية على هذا السؤال ترجمة نانسي قنقر